نفحات من عبق الماضين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من أضعف الإيمان في عدد اليوم واستمرارا مع المعارك التي شهدتها أرض غزة في هذا العدد سنتحدث عن معركة حجارة سجيل أو كما أسماها الصهيونيون عملية عمود السحاب في هذه المرحلة المرحلة التي أحس فيها الاحتلال الصهيوني بالزعزعة وبأنه لا يسيطر ولن يستطيع أن يسيطر على القطاع باشر بهذه العملية كي يهز القطاع ويهز حركة المقاومة الإسلامية ويردع سلاحها الذي أصبح يتطور بشكل رهيب باشرت قوات الاحتلال عمليتها العسكرية على قطاع غزة في الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة 2012 أسمت هذه العملية بعمود السحاب وردت المقاومة بصواريخ مكثفة تجاوزت الألف والأربعمائة ساروخ وأسمت هذه العملية بحجارة السجيل الاحتلال كان هدفه من هذه العملية استعادة إحساسه بالرضع والقوة وكذلك الهدف الثاني والأساسي اغتيال عدد من القيادات في المقاومة الإسلامية والهدف الثالث والرئيسي كذلك القضاء على ما يمكن من البنية التحتية في القطاع وأسلحة المقاومة الاحتلال في معركة الفرقان أو معركة حجارة من سجيل أو عمود السحاب أو الرصاص المصبوب التي قبلها هدفه الواضح كان السيطرة على القطاع وإن لم يستطع السيطرة يضغط بما يمكن لانتزاع هدنة مع حركة حماس حركة المقاومة الإسلامية فكان يهاجم من أجل انتزاع هدنة من المقاومة الإسلامية وهو ما حدث في هذه المعركة أيضا معركة حجارة السجيل أو عمود السحاب كما اسمها الاحتلال المعركة بدأت في الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة 2012 واثني عشر واستمرت لثمانية أيام المعركة كانت بداية بغارة جوية اغتالت القيادي في حركة المقاومة الإسلامية ورئيس الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الشهيد أحمد الجعبري الذي قتل شهيدا إثر غارة جوية بدأت بها قوات الاحتلال في عملية اسمتها عمود السحاب الاحتلال كعادته استعمل السلاحة الجو وبدأ بغارات مكثفة على قطاع غزة راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحة حركة المقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة ردت كذلك بقصف مكثف على مدن الاحتلال والمستوطنات بلغت 1456 صاروخا مطورا منها صواريخ فجر خمسة إيرانية الصنع وصواريخ جراد الروسية الصنع وقذائف مدافع الهاون وبالطبع صواريخ القسة قوات المقاومة أطلقت هذه الصواريخ بشكل مكثف على المستوطنات بدءا بريشون وأسدود وبئر السبع وصولا إلى عسقلان وغيرها من المدن وصولا إلى تل أبيب التي قصفت بالصواريخ لأول مرة بعد حرب الخليج سنة 1991 أين قتل عشرة من المستوطنين وأصيب 256 مستوطنا مدنيا وهو الأمر الذي وضع الحكومة الصهيونية المحتلة أمام حرج كبير وضجة كبيرة في الداخل أثرت عليها وعلى مصداقيتها بشكل كبير ووضعتها في حرج أمام مستوطنها وأمام المجتمع الدولي وكالعادة دول الغرب كندا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات الأمريكية المتحدة تعرب عن قلقها الشديد وعن تأييدها لما يسمى بإسرائيل ودعت لاجتماع طارئ لمجلس الأمن وهو ما حدث اجتمع مجلس الأمن في الواحد والعشرين من شهر نوفمبر لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار داخل القطاع لتحقق المقاومة نصرا جديدا بتراجع الاحتلال عن كل الحدود والمعابر مع قطاعه المقاومة الإسلامية قطاع غزة وهي المرة الثالثة التي يفشل فيها الاحتلال ببسط نفوذه وقوته على قطاع غزة ويعجز تماما عن المسح البري لهذه المنطقة كما خطط له لأن الاحتلال في بداية عملياته يشن الغارات الجوية لإضعاف المقاومة على أمل أن يشن عمليات برية للسيطرة على القطاع وهو ما لم يتم منذ أن تراجع من القطاع سنة 2005 وما حاول أن يفعله في معركة الفرقان ثم في معركة حجارة السجيل التي انتصرت فيها المقاومة وهزت الاحتلال هزا نظيرا القصف المكثف والتطور السريع لصواريخ التي تستعملها المقاومة وانتزع الاحتلال وقف إطلاق النار والتزام المقاومة الإسلامية بوقف إطلاق النار شريطة تراجع الاحتلال عن كل مناطق القطاع حركة المقاومة الإسلامية اشترطت لوقف إطلاق النار ضمان فتح المعابر أمام المساعدة الإنسانية وكذلك ضمان عدم تكرار هذه الممارسات وضمانات من المجتمع الدولي بعدم تكرار هذه الاغتيالات السافرة من طرفه الاحتلال للإشارة المقاومة الإسلامية رفضت التعامل مع الاحتلال في هذه المرحلة إطلاقا فتم التفاوض عن طريق وسطا كان ممثلا لحركة المقاومة الإسلامية دولة مصر بقيادة الرئيس الشهيد محمد مرسي وانتهت المفاوضات بوقف إطلاق النار أعلنه وزير خارجية مصر محمد كامل عمر ومن جهة الاحتلال أعلنته وزيرة خارجية الولاية المتحدة هيلاري كلينتون وانتهت هذه العملية التي أسمها الاحتلال عمود السحاب وأسمتها المقاومة حجارة سجيل والمستفاد من هذه المعركة أن المقاومة في كل مرة تثبت علو كعبها في إدارة المعركة وتطوير الأسلحة اليدوية التي أشرف على تطويرها رجال من المقاومة الإسلامية تحت لواء كتائب القسام والتي على بساطتها عجز الاحتلال عن توقيفها بمختلف آليات صد الصواريخ إلى هنا ينتهي هذا العدد نلتقي في العدد القادم إلى هنا